How are you? Welcome back again Today we have Unit 6 lesson 1 Talking about questions اليوم درسنا unit 6 الدرس الاول لمادة اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي اليوم درسنا هو ادوات الاستفهام We have here 6 pictures هنا يععدنا احنا 6 صور كل صورة تحتوى على ادات استفهام Look Read and match انظر واقرأ ووصل Picture number one Who هي ادات استفهام بمعنى من تستخدم للمفرد القريب والمفرد البعيد والجمع القريب والجمع البعيد وتستخدم كذلك مع الاشخاص Who تستخدم مع الاشخاص For example Who is this? Who is that? Who are these? Who are those? تمام? Picture number two What's What's ادات استفهام بمعنى ما هذا او ماذا تستخدم تستخدم للمفرد القريب والمفرد القريب والمفرد البعيد والجمع القريب والجمع البعيد For example I go to school I go to school I go to school at six o'clock I go to school at seven o'clock تمام? تستخدم للسؤال عن الزمان Picture number four Where Where هي ادات استفهام بمعنى اين تستخدم للسؤال عن المكان تشوفو هنا عندي المدرسة عندي هاي الطاولة اسفلها اكو كرة Where is the ball It is under the table انا سألت عن مكان الكرة It is under the table Picture number five How How تستخدم للكيفية السؤال عن الكيفية او السؤال عن العدد او الرقم مثل اسأل How old are you? كم عمرك? How old are you? تمام? او How How are you? How are you? تمام? Picture number six Why هي للسببية بمعنى لماذا تستخدم للسؤال عن السبب تمام? هنا يا اسفل عندنا تمريل نتأكد من فهمنا لأدوات الاستفان قدنا اول number one التمرير هو على حسب الصور اول شي It is already sold يعني هو محلول استخدم who is a person اللي هنا ما دام انه احنا عدنا اشخص قلنا احنا اللي هو تستخدم للشخص للاشخاص هنا أنا مستخدم لي who اللي جواها mean is because وتعني السبب تشوفون هنا من اللي تستخدم للسبب هي why اللي جواها is a number is the way we do something الرقم او الطريقة التي ننجز شيء ما اذا قلنا احنا من اللي تستخدم لل وي الارقام اذا how اللي تقابل هي او الوحدة is a time الوحدة قلنا اذا استفهم تستخدم للزمان السؤال عن الزمن عندنا الوين اللي جواها is a place اذا استفهم تستخدم للمكان هي where اخر شيء is a thing or an animal تستخدم لشيء او الحيوان هي الوات تمام my love students we have exercise هنا عندنا تمري اريد اقرأ much and write the numbers وصل واكتوب الرقم عندنا هنا توصيل سؤال وجواب ask answer اول اول نقطة number one how do you go to school كيف تذهب الى المدرسة عندنا هنا الhow هي الكيفية ليسأل عن الوسيلة اللي نستخدمها للذهاب الى المدرسة how do you go to school كيف تذهب الى المدرسة اذا نختار bypass bypass بواسطة الحافلة اذا نخلي number one يم المربع اللي بي bypass number two why are you wearing a hat لماذا ترتدي القبعة هنا عندنا الwhy هي السببية ليسأل عن سبب انو نرتدي القبعة لماذا ترتدي القبعة اذا هنا because it is cold السبب لان بارد جو بارد اذا نخلي يعمل رقم اثنين number three where is the library ليسأل عن مكان المكتبة where where هي أداة استفهم تستخدم للسؤال عن المكان where is the library library مكان مكتبة اذا آخر شي نخلي رقم ثلاثة بالمربع it is next to the school تكون بالقربة من المدرسة number four when do you wake up متى تستيقل when هي أداة استفهم تستخدم للسؤال عن الزمان متى تستيقل at seven o'clock نخلي رقم أربعة at seven o'clock number five who is the tall man ليسأل who أداة استفهم لين تستخدم مع الأشخاص tall من رجل طويل إذن he is my brother he is my brother تمام he is my brother إذن يقوم خمسة he is my brother number six what are these what are these هنا عدنا what are these عدنا الwhat تستخدم للمفرد القريب والبعيد والجمع القريب والبعيد هنا للمفرد العفو الجمع البعيد هنا من بهم عندي جمع أختارها they are sweet very good they are sweet خلي رقم ستة مقابل إن شاء الله يكون التمرين واضح my love students هنا عدنا همات التمرين listen listen on check your answer أصغي يعني تأكد من أجوبتنا let's practice هنا لنتمرن أو لنتدرب هنا questions عدنا أسئلة وأسفل عدنا أجوبة answers لنشوفون هنا عدنا who big boy big boy احنا عدنا big boy عدنا شخص الwho boy هو الشخص إذن من نستخدم بيهم brother brother very good brother نستخدم لي جواه what's this what's this لنشوفون إنه هنا this للجمر القري إذن منش عدنا هنانا كلمة جمر cookies very good three cookies هي الجمر how old you نقول 10 رقم هو ديس عن مكان آن شون أجاوب رقم صير أقول cookies cookies مايصير صير أقول brother مايصير school very good ومكان إذن نمبر نمبر اللي جواه why wearing boots لماذا ترتدي البوط ديس الwhy للسؤال عن السببية ديس عنه very good يعني باردي cold الأخيرة when go to bed when go to bed يعني ديس عن متى أذهب إلى النوم أو أذهب إلى السرير سير أجاوب brother no school no 8 o'clock very good at 8 o'clock الساعة الثامنة my love students أتمنى تحلون هذه التمارين أتمنى افتهمتوا الدرس ودرس جدا حلو thank you very much see you soon goodbye